تشوفوا على المنظر يا إلهي شوفوا شوفوا يا سلام يا سلام اليوم لح نعمل الكنافة النابلسية بالبيت ولح نجرب نعملها بعجينة السوق لح نشوف لح تصبط معنا ولا لا لكن هون في خطوة مهمة لازم تنتبهوا عليها معي وقت تروح على السوق بتكون تشتروا عجينة الكنافة تأكدوا انه تكون خيوطة عريضة مثل هاي تكون ضخمة مثل هاد المنتج اللي عندي شوفوا الخيوط تبعه هاي رقيقة هاي الى استخدامات تانية لكن الاستخدام اللي احنا بدنا ياه بدنا كنافة تكون خيوطة عريضة لانه احنا بدنا نفرمها هلا اطلعه من الكيس طبعا بس بدي قطعها قطع صغيرة شوي انشان احسن فرفدها يعني تكون بهذا الشكل بيكون تمام مو ضروري انها عمى كتير بس انشان تبعد الخيوط عن بعضه ومتل ما انتشايفين العجينة السميكة وهذا اللي احنا بدنا ياه الكلبساطة اللي علينا ان نعملوه انه نمسك العجينة ونبدأ نفرفطها بيدنا بهذا الشكل بس انشان هلا نحسن انتبلها بالنسبة للتطبيق اللي حتكون سهلة وبسيطة كتير شو هي عبارة عن ثلاث معالق سمنة متل ما انتشايفين لحط عليهم نص معلقة صغيرة من صفار الزعفران هيك بيكون تمام وعندي هون ثلاث معالق كبيرة من القطر طبعا السمنة دافية والقطر شوي بارد انشان تتعادل الحرارة هلا بحرك كل شي عندي مع بعض متل ما انتشايفين شان تاخد اللون الجميل بيمكنكم استغناء عن صفار الزعفران اذا حبيتوا هادو بيرجع على حسب الرغبة لكن صفار الزعفران بيعطي لون جدا جميل للكنافة وبالنسبة لعجينة الكنافة اللي عندي قبل ما حطت عليها التتبيلة بس بدي يورجيكم ياها شوفوا كيف هيك فرفطناها مع بعض والأهم شي اذا لقيتوا العجينة ناشفة شوي بخت موي رطبوها بتكون تمام هلا العجين اللي عندي أنا هيك تمام ما حطتها لا موي ولا اي شي بحرك الخليط معي كتير منيح وببدأ نزل السمنة عليهم هيك شوفوا يا سلام هيك هيك هي شوي شوي انشان ياخدوا اللون ويتتبلوا بنوزع السمنة عليهم وهلا بدنا ندخل بالتدخل يدوي هيك نزلنا كل شي عليهم وهلا بنقول بسم الله يا كريم لابسيني كفوف انشان اللون انشان اللون ما يلزأ بيدينه وهلا بنقول بسم الله وبنبدأ نحركن هيك طلعوا لي على هاللون اللي وصلنا له شوف بسم الله يا ما شاء الله لون خرافي ومشان صحتكم على آخر بينفع الصحة وواحدة من مميزات اللون انه بيورجيكم السمنة لوين وصلت يعني احنا خلطنا اللون بالسمنة وحطيناها على الكنافة هيك تأكدنا انه الكنافة كلها تتغلفت بالسمنة لانه كلها تتلونة هلا وصلنا لعند واحدة من اهم المراحل اللي هي بدنا نفرم الكنافة على ماكينة الكبئة او ماكينة اللحمة لازم نحطها على الشفرة النعمة وش واحد تطلع معنا بهذا الشكل هلا لحفرموا لكلهم ورجيكم يون بسم الله يا كريم هلا اللي عملنا انه احنا فرمنا الكنافة كلها وطلعت معنا بهذا المنظر هذا هو الشكل النهاي اللي احنا بدناها شوفوا ما شاء الله نعمة وطرية بهذا الشكل بس هلا هي لساعتها عجينة احنا شوفنا شوفنا نعمل بدنا نهبلها عندي هون مقلاية كبيرة بيحمل ايك كمشتين بشغل تحته النار على حرارة متوسطة وببدأ هبلهم التهبيل هو مثل التحميس بس انه ترتفع دراجة حرارة الكنافة يعني ما بدنا نحمصها انه تاخذ أرشة بس انه الحرارة ما عاد تستحملها ليد معناتها وصلت لدرجة الحرارة مطلوبة عشان تكون استويت من جوا ويش هننساوي الكنافة على أحلى ما يكون بس لازم نضلنا عم نحرك هي وعن نار لحتى تطلع منها شوي الدخنة المهم انه ما تتحمص هاي نقطة جدا مهمة للنجاح اللي كنافة هلا طلعت الروايح كل الجميلة مع التهبيل وهيك تغير لونه شوي هذي اللي احنا بدنا يابس لساعتن ما تحمصوا بس تحبلوا تهبيل هلا شو بعمل بمسك المقلاية اللي عندي وبرجع على نفس الصينية وبفردن بدي يتركن شوي لا يبردو هيك بيكون معي صارت أحلى كنافة الريحة اللي عب تطلع منها عن جد مو طبيعية جدا رائعة وهي هيك صارت عنا الكنافة جاهز بس أنا صراحة بدي ضيف عليها إضافة من عندي إذا حبيت وضيفوها يلي هي عبارة عن فانيلا بودرا زرف فانيلا بودرا لح يعطي نكهة كتير طيبة هلا بقلبون مع بعض كتير منيح ومنشوف كيف لح تطلع معنا النكهة وأنا متأكد لح تطلع شي خرافي منقلبون هيك ما بعض وعلى سطح نضيف منجيب الغربال ومنبدأ منحط الكنافة اللي عنا ومنبدأ نحرك هيك بس بدنا الربع الكمية تاخد الوش الناعم والوش الخشن منحطه تاني وش وهلا برجيكم يا كيف لح نعملها خطوب خطوب هلا كيف لح نعملها لح نجيب صينية ألومنيوم مضر وينحاس الألومنيوم الموجود بالبيت بيكون تمام الأهم إنكم تحرقوا الصينية إذا الصينية محروقة نجحت معكم الكنافة إذا الصينية ما محروقة لح تلزأ وما لح تنقلب معكم هلا بجيب شوية السمنة حيواني وببدأ بدهن الكنافة كتير منيح صينية الكنافة في هذا الشكل وأهم شيء الأطراف وهلا بس فرضنا السمنة الحيوانية متى ما انتم شايفين مننزل الطبقة يلي ساويناها على الغربال الطبقة النعمة لأن هي لح تكون وش الصينية إنشان تاخد أحلى منظر ومنبدأ نفردها بالتساوي بهذا الشكل عندي هلا هون الكنافة اللي ما غربلتها بالمرة هيتو قدي شوي خشنة هاي منحطها كالوش التاني ما بيهم لأنه هبلناها يعني استوت وهلا منحط على حسب السماكة اللي انتم بتحبوها بتحبوها سميكة بتحبوها نحيفة بترجع على حسب الرغبة لكن أنا لح خليها نص سنطي بيكون تمام وهيك كنافتنا صارت على النجازة متى ما انتم شايفين فرضنا العجينة بالتساوي وهيك أمورها باللوز هلا مو باقي إلا نحط عليها الجبنة بالنسبة للجبنة أنا استخدمت الجبنة العكاوي قطعتها قطعة صغيرة إنشان يطلع مننا الملح بشكل أسرع لاندي يدي استخدمها بسرعة وبنفس الوقت استخدمت المشللة اللي هي الجبنة المشللة كمان قطعتها بنفس الطريقة إنشان يطلع مننا الملح وجمعت هدول النوعين من الجبنة إنشان يعطوني شيء قريب من الجبنة النابلسية اللي هي مو متوفرة عننا الاثنين عرؤن قوي والاثنين بيعطوا طعمة ومطة كتير جميلة بعدين ضفت عليهم مي بارد المي البارد غيرتها كل ربع ساعة لمدة ساعة ووحدة طبعا المي البارد هون كتير ضغورية إنشان تعطيكم الدسامة تضل محتفظة فيها الجبنة ما تخسر دسامتها أو الدهون اللي فيها إنشان تطلع معكم طعمتها الطيبة لأنه إذا خسرت الدهون اللي فيها لح تصيرها عبارة عن قطعة بلاستيك أو قطعة مطات ما لأي نكهة بالمرة وبعدين جبت المصفاية صفيتهم تمام وعركتهم بأيدي إنشان تأكد إنه طلع منهم كل شي موي وتنشفوا تمام وهيك صاروا عندي جاهزي هلا بنعمل متل ما بيعمل المعلم الكنافة بيجيب الكنافة وبيدعمها منيح بالجبنة ممشان شي مشان صح تكون طبعا الجبنة لازم تكون بعيدة عن الحواف تقريبا الصانطي إنشان ما تلزق بالحواف إنشان تنقلب معنا بالشكل الصحيح لحفرد عليها الجبنات كلهم وارجيكم المنظر النية هاي بس ادعموا لي حالكم بالجبنة كتير منيح ممشان شي مشان صح تكون هاي نبات عليكم لا لا هذا منظر الكنافة خرافة على الآخر شوفوا على هالمنظر طلعوا لي وصلوا على النبي وهلأ بدي شوية على الغاز الغاز طبعا لازم تكون حرارته متوسطة أو خفيفة المهم إنشان ما يلطع إحنا ما عنا غاز الكنافة بنحط الكنافة على الزاوية وبنبدأ انلفها لمدة ربع ساعة لحتى تاخد لون وبتطلع بإذن الله خرافية وهلأ بنورجيكم أنا صحتي ما قد تستنى يارب تستنى هالربع ساعة لأنه عن جد منظرها خرافي وريحتها كمان جبارة طبعا إحنا وعا منحركها لازم يجي حدا وينشوف لكم ياها من فوق شوي لأنه الجبنة بتضلع حاملة موي وآخر شي بس تتأكدوا إنه استوت يعني كشة الكنافة وطلعت من الصينية بتمسكوا شوية كنافة وبتحطوها على الوش هاي بيمسكوا أي موي زايدة لا قدر الله أي موي تكون طلقت زايدة على الوش هاي الكنافة بتمتصة وهيك بتكون الكنافة تمعنا صارت جاهزة على تمام هلأ بكل بساطة بس حررناها تأكدنا إنه نفكت من الجوانب يعني لح تقلب معنا منقول بسم الله يا كريم ومنقلب العروس يا سلام هلأ أنا رح تغيرتها واعية بس احتراما للكنافة هلأ منقول بسم الله يا كريم وبنكشف عليها بعد ما ريحناها خمس دقايق شوفولي على هالمنظر يا سلام يا سلام هلأ شو بنا نعمل على طول منجيب الأطر السخن ومنحطه على الوش منصقية شوفوا تطلع طلعوا على هالمنظر يا الله هذا المنظر مشان صحتكم يا غوالي شوفولي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله هيك تشربت الأطر وهلأ صار الوقت إنش هننقسم شايفينها دشطرية من فوق هيك معناتها أمورها باللوز هلأ منحملها هيك منقول بسم الله يا كريم شوفولي على هالمنظر يا إلهي شوفوا شوفوا يا سلام يا سلام وهيك منكون عملنا لكم أحلى صحن كنافة متل ما أنتوا شايفين من عند ملك الكنافة الشف الشامي هلأ صار الوقت إشان دو أربو لهون وشوفولي على هاللقمة شوفوا يا سلام هيك منقصة أصل الساعة العجينة طرية شوفوا هيك عبد شط وطمط منقول بسم الله يا كريم مندوء اللقمة بالنسبة إلي هاي اللقنافة كتير طيبة صح أن العجينة ما سويناها بالبيت لكن عن جد كتير طيبة وكتير طرية والفانيليا عطت إضافة كتير رائعة لها العجينة اللقنافة عن جد روءة وهي اللقمة كمان بسم الله يا كريم